ناس رايحة تاخد ميديليات وناس رايحة تاخد ترندات لو حبينا نحط عنوان للموضوع اللي حصل النهاردة بتاع اللعيبة نضع حافظ لعيبة السلاح فهذا هو أنسب عنوان تأهيل البطر الأولمبي وتجهيز البطر الأولمبي والصرف على البعثة الأولمبية ومليار ومئتين مليون جنيه مصري عشان ناخد ترند عشان لعيبة ما تعرفش أو مش قادرة تعرف حجم المسؤولية اللي عليها لعيبة في الملاكمة ب700 جرام زيادة تطلع من منافسة والنهاردة لعيبة لعبة السلاح بتقول لنا بعدما خرجت من الدور الـ 32 إن هي كانت حامل ناس تعطفت وقالت ده كويس ده إنجاز إن هي كانت حامل وراح تلعبت وناس تاني قالت هو ينفع لعيبة تروح في الأولمبيات اللي محتاجة تجهيز بدني وتجهيز فني وتركيز وهي حامل ناس تاني تسألت عن الاتحاد والمسؤولين والمدربين وناس تاني رحت تعمل سرش تشوف اللعيبة بره هل في لعيبة حصل معها الكلام ده ولا لا يعني هل في لعيبة وناس رحت للعيبة التنس سرينا ويليام اللي هي لعبة وهي حامل يا جماعة التجهيز والإعداد البدني لللاعبين خارج مصر مختلف تماما عن الإعداد عندنا فحد يقول لي ممكن طيب ما دي كانت حامل ودي كانت حامل أنا بتكلم هنا عن حالة لعبة مصرية شاركت في ريو دي جانيرو 2016 شاركت في بكينة 2021 لم تحقق أي إنجاز ليه أصفرها وهي حامل ده سؤال وهل كان ممكن يكون فيه بديل مش حامل فتبقى فرص إنها تجيب مدلية أكتر ما تقرن ليش بلعيبة جنسياتها في بلاد الفلوس عندها مش مشكلة لا أنا عندي الفلوس مشكلة والصرف مشكلة حتى لو من أموال رعاة مش من ميزانية الدولة بس مشكلة وأنا أولى بيها في ألعاب ورياضيات واكتشاف لعبين تانين لكن هل الأمر وقف إن أنا يبقى عندي لعبة وهي حامل تروح تمثل مصر في هذه الأولمبيات عشان كده منطرح على حضراتكم السؤال النهاردة حضرتك مع أمضد إن لعبة تبقى حامل وتروح تلعب في الأولمبيات أضخم وأعظم حدث رياضي على مستوى العالم ومنافسات شديدة جدا